السلام عليكم في فيديو اليوم هنتكلم عن حل بسيط لزيادة قدرتك على التفكير الإبداعي في تجربة قام بيها بعض الباحثين في جامعة ستانفورد عن تأثير المشي على مستوى التفكير الإبداعي قبل ما نذكر التجربة حابة بوضح أن الحاجة للتفكير الإبداعي غير مقتصرة فقط على الناس اللي بيشتغلوا في مجالات إبداعية زي التصميم والتأليف والابتكار وخلافه لو أنت شخص بتوجهك مشاكل أو عقبات في حياتك أو عملك فأنت محتاج للتفكير الإبداعي طبعا أكيد بعض المجالات والمهن بتحتاجوا أكتر من مجالات ومهن أخرى لكن في النهاية الجميع يحتاج تطوير قدرته على التفكير الإبداعي وإن تفوتت نسبة الحاجة إليه ممكن ربة منزل يكون عندها قدرة كبيرة على إيجاد حلول إبداعية للمشاكل اللي بتوجهها في إدارة بيتها أكتر من مدير شركة ضخمة بيتقادى الملايين لكنه لا يملك إلا الأساليب التقليدية العقيمة في إدارة شركته المهم في التجربة المذكورة الباحثين أحضروا مجموعتين من المشاركين واختبروا قدرتهم على التفكير الإبداعي من خلال لعبة أو تمرين ذهني اسمه الاستخدامات البديلة وهي أن يقولك على شيء معين زي من العقة أو شكوش أو فردة حذاء ويطلب منك خلال مدة زمنية محدودة أنك تفكر في استخدامات بديلة للشئ ده غير الاستخدام الطبيعي بتاعها يعني مثلا الملعقة لاستخدام الطبيعي بتاعها هو تناول الطعام لكنه ممكن تستخدمها كفتاحة أو كشماعة أو أي أفكار أخرى وعلى حسب عدد الأفكار ومدى تفرد الأفكار دي بيكون مستوى التفكير الإبداعي يعني لو أكتر من شخص أتوا بنفس الفكرة فده معناه أن الفكرة دي واضحة وما فيهاش قدر كبير من الإبداع وهكذا في البداية اختبروا المجموعتين وهم في وضع الجلوس وسجلوا النتائج وبعدها خلوا مجموعة منهم تعمل التمرين وهم بيمشوا وسجلوا النتائج وكرروا التجربة ببعض التغييرات عشان يضمنوا نتائج صحيحة يعني مثلا في بعض المرات جربوا أن الناس تمشي في مكان مفتوح ومرات أخرى جربوا أن الناس تمشي على جهاز ماشي داخل مكان مغلق عشان يضمنوا أن النتائج مرتبطة بنشاط الماشي نفسه ومش مجرد التعرض للهواء والأماكن المفتوحة مثلا وكمان كرروا التجربة مع التبديل في المجموعات المشاركة عشان يضمنوا أن فيه تأثير حقيقي للمشي مش مجرد أن المجموعة التي تمشي تصادف أن فيها أشخاص مبدعين أكتر وهكذا المهم خلاصة التجربة كانت أن المشي بالفعل بيزيد من القدر على التفكير الإبداعي وأي مجموعة من المشاركين كانت بتمارس تمرين الاستخدامات البديلة أثناء المشي كانت عادة بتوصر لأفكار أفضل كما وكيفا اللي بيزيد ثقتي في نتيجة التجربة دي هو أني وجدت النصيحة بالمشي لتحفيز التفكير الإبداعي في أكتر من كتاب إما كتجربة شخصية للمؤلف أو لأحد الشخصيات الناجحة الوارد ذكرهم في الكتاب وبالإضافة لذلك تجربة الشخصية أنا بطبعي وبدون علم مسبق بالتجربة دي كنت بلقي نفسي بقوم تماشى في الغرفة أو في البيت لما يكون في عقب أمامي في الشغل بفكر في أفضل طريقة لإضافة وظيفة معينة في برنامج بكتبه أو بفكر في أفضل طريقة العرض معلومة معينة في مقال أو سكريبت الفيديو ده غير إن كثير من الأفكار بيأتيني فعلا وأنا ماشي في الشارع بعد معرفتي بأهمية الموضوع بدأت أعمله بوعي وبمعدل أكبر وده اللي بنصحك إنك تبدأ تعمله عشان تزيد من قدرتك على التفكير الإبداعي الشيء اللي هينعكس بشكل إيجابي على شغلك وحياتك بشكل عامل لو عندك مشكلة ما بتبحث لها عن حل أو بتبحث عن أفضل الأفكار لعمل شيء معين جرب تتمشى سواء في مكان مفتوح أو جهاز الماشي لو عندك أو حتى تمشى داخل البيت بس بأشرح الموضوع لأهل البيت عشان ما يقلقوش من منظرك وانت رايح جاي جوا البيت طبعا وإنت ماشي لو جات لك أي أفكار هتحتاج تسجيلها عشان ما تنسهاش استخدم موبايلك في تسجيل الأفكار ويفضل تسجيلها بشكل صوتي لأنها أسهل وأسرع طريقة تقدر تحمل أي تطبيق لتسجيل الملاحظات الصوتية وتستخدمه طبعا ما تتوقعش نتائج مبهرة من أول مرة أو في كل مرة لكن لو خليت الموضوع ده عادة هتلاحظ تحسن في جودة أفكارك مع الوقت وبعدين إنت لو طبقت الأسلوب ده مش هتخسر حاجة على الأقل هتكون اتحركت والحركة مهمة جدا لصحة الجسم والذهن زي ما شرحنا في كتاب كل اتحرك نام اللي عرضناه الأسبوع الماضي أتمنى يكون الفيديو مفيد أشوفكم في فيديو جديد قريبا بإذن الله السلام عليكم